نيدالب شراوي من لك بداية اهلا وسهلا فيك بفوشيا شو محضرنا بحفل مستر لبنون هذه السنة لانو متل ما شفنا انو تقرر بستة واحد الفان واربع وعوشين برحب بفوشيا بكل متابعين فوشيا متل ما بتعرفي فابيان يمكن احنا وقفنا لفترة خلال احداث ياللي صارت لانو صار عنا كتير احداث خلتنا انو نوقف وقبله صار عنا كمان احداث خلتنا نقجل بس هالمرة خلص اخدنا اخر قرار انو الحفل رح يكون بستة واحد بكازنو لبنان خلينا نخبر اليوم المشاهدين قدر حيكون عدد الشباب الشباب المشتركين للسنة رح يكونوا 16 شاب نحنا عمنا بتدريبات كانت مكسفة معهن سواء من الكوريوغرافر لأسات زي اللي عطيون صفوف السقافة للعطيون اللي على البدنية لكل شي يعني عملنا تدريبات كانت كاملة ازا بعد ديك وكان عنا وقت كافي ان هنعمل كل هايدي التمرين قديش بحملك مسؤولية نيدان لانو دايما منشوف الحفل طبع مستر لبنون بس اطلع الشاب على المسرع عم بيحكي شو ما كانت اجابته اذا منطقية ومش منطقية عم بيتعرض لانتقاط فقط لانو شاب مشارك باحتفال جمال يمكن المسؤولية اللي نحنا عم نتحملها هي مسؤولية علاقة بلد ازا بعد ديك مانا مسؤولية شخصية اليوم نحنا عم نعمل حفل هو انتخاب ملك جمال لبنان يلي بيسافر رسميا بحفل مرخص من وزارة السياحة ازا بعد ديك والشاب عم بيسافر بصورة رسمية يمثل لبنان بي اكتر من انتخابات دولية وبعتقد كل سنة عم يقدر يحقق انو يوصل لمحل ملك جمال لبنان مع كل اسف مع كل اسف انو يمكن دايما بتلاقي انتقادات لعن بعدنا نحنا عايشين بمجتمع عربي او بمجتمع ذكوري ازا بدك دايما عنده انو لا المسابقات هي للبنات هذا شي مش مزبوط يعني اليوم الله خلق الجمال والله بيحب الجمال يعني ممكن يكون شاب وسيم ومرتب ويقدر يمثل لبنان بصورة حلوة يعني ما فينا نحصر ان الجمال اليوم هو بس للبنات لا بيقدر انو اي شخص بيقدر يمثل بلده بصورة حلوة بس مثل ما عرفنا انو هايدي السنة راح تكون غير لانو دايما كنا نشوف الحفل يعني كانو مش معطرة فيه كتير منو كبال وزارة السياحة كان يكون فيه ممثل عنا وزير السياحة بس عرفنا انو اليوم وزير السياحة لبناني شخصيا راح يكون ضمن جلت التحكيم جو صحيت هيده لامر اا فابيان لا هي بمجرد انو في ممثل من وزارة السياحة هناك ب German وزير السياحة يجي عم بيجي على ملكة جمال لبنان بس اليوم بمجرد انو في ممثل من وزارة السياحة يعني هيده الحفلة هو رسمي وأنوني 100% لأنه دائماً كان الوزارة كانت تطلب أن يكون في ممثل عننا هذه السنة نحن حبينا أن يكون معالي الوزير معنا وإن شاء الله رح يكون معنا بلجنة الحكم يعني اليوم مشارعني أكتر صارت القصة يعني هي على الحالتين لتلك سواء كان ممثل أول وزير هي شرعية لإيفانت بس اليوم أكيد وجود معالي وزير السياحة قيمة إضافية للحفل شفنا خلال احتفال بانتخاب ملك جمال لبنان وحتى خلال مشاركاته خارج البلد عم بيكون فيه أصداء سلبية وحتى انتقادات على لباس البحر يلي عم بيعتبروه كتير أولفر وين أصدق لباس البحر يلي بره لبنان أوكي هايدي يعني بالنسبة لقلون كل بلد عنده الرولز طبقه له أو عنده الرولز يلي هو بيمشي عليها يمكن مره بره بيطلبوه إنه الميو يكون غير يعني إحنا هون بالبنان نعتمد الميو شارت بره لأ بيعتبدو الميو أكتر إنه متل ما شفتوه يعني بقى لأ نه هيدا هيدا شي طبيعي يعني بمستر وارد بمستر انترناشنال بكل المسابقات الدولية الميو المعتمد هو يلي بيشوفوه بالمسابقات الدولية نحن هون الميو يلي بيلبسو الشباب بالبنان شارت لأنه من راعي المجتمع العربي وإنه مجبورين نمشي حسب تقاليدنا وعداتنا شو بتقلنا خلينا نطمد كل محبيه الديفا هيفا وهبة هل رح تكون متواجدة بهيدا الحفل بما أنه هي بتعتبرها وجه خير وبنفس الوقت كمان شفناها أنه هي منهمكة بتصوير عملها الجديد وشوقت الجمهور لشخصية جوري بخصوص الديفا هيفا وهبة يعني عم تسأليني إذا ممكن تكون بدك تسأليني إذا ممكن ما تكون لأن الديفا هي جزء أساسي من الحفل وحفل مستر لبانون أكيد ما بيكون بدون الديفا هيفا وهبة يعني هي الأساس بهيدا الحفل اليوم رح توقف تصوير وتجي خصيصا كرميل للحفل أكيد هيفا رح تكون معنا بالحفل وحتى لو كان بعد عندها التصوير هيفا بتعطي كلمة كلمة حتى لو شو ما كان هيفا عطيت كلمتها أنه هي رح تكون بهيدا العمل وأكيد رح تكون معناه وإن شاء الله خلال الحفل كمان رح يكون عندها أغنية جديدة لأول مرة بحفل ملك جمال لبنان يعني بس اليوم تخبر هيفا أنه أنتو إنويتو تعملوا هيدا الحفل هل بتقلك كان يضال فرجين الصور الشباب المشاركين ودلك هيدا أجمل واحد لا لا عبدا هيفا بالعكس بتجي كتير أوقات تلتزم حتى بتمرين مع الكوريوغرافر أوقات تلتزم بتمرين مع الشباب بس يمكن هي بينها وبين حالة بتشوف مين الأفضل بس هيفا بالعكس بتتمنى الخير للجميع وبتقل إن شاء الله يلي بيستهله هو يربح هل شراطتك شي بما أنه في عمل جديد لإله أنه يكون مصر لبنان مشارك بالفيديو كليب يلي راح تصوره بالعكس هيدا حلم لأقلو هو إذا بيتحقق هيفا مش راططني بالعكس يا رايت هيدا الحلم بيتحقق لملك جمال لبنان لأنه هيدا إتس بلاس لأقلو أنا ما بعتقد اليوم أنه أي شاب لبناني ما بيتمنى يكون واقف جنب الديفا هيفا وهي شاركة بميوزيك فيديو أنا ضالف شراوي شوري السلية يلي بوجهها لكل متابعين فوشيا يلي بيحبوا حفل انتخاب ماليك جمال لبنان شو بتقللون ويلي بينتقدوا بقولوا أنه لا ما لازم الرجل يشارك بالعكس يعني حتى اللي بينتقدوا بقول لهم كمان تانكيول أنا لوما الانتقاد ما في نجاح بقى عادي يعني أنا اليوم عندك دايما البوزيتيف وعندك النيجاتيف ما فيك كل الناس يحبوك ولا فيك كل الناس يكرهوك يعني في كتير ناس بتلاقي الشيء نحنا عم نعمله هو كتير حلو في كتير ناس ممكن تنتقدنا بحترم لهم رأيهم هيدا عادتهم هيدا تقليدهم هيدا تفكيرهم ما بقدر أنا غير لهم تفكيرهم ولا بقدر غير لهم نظرتهم بس اللي بقدر قل لهم يا أنه نحنا من خلال إيفنتات مستر لبانون خلينا لبناني يبين أكتر وخلينا نقلنا صورة حلوة عن لبنان وانتقل لبنان إذا بدك بمحل معين بسنة من السنين من المرتبة السابعة لتانية أو تالتة عالميا لأنه أكتر من شاب لبناني حقق لقبل لبنان شكرا للم شكرا فابياني